بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين والمشاهدين على القناة النهاردة هنتكلم عن باقي التوقعات مشال حيث للدور العربية من خلال رؤيته اللي نزلها على صحيفة فرنسية اسمها ديلو فيجارو وكنا منزلين قبل كده فيديو وفيديوهين مبارح للحقيقة فيديو نزل الساعة واحدة وفيديو الساعة تمانية تقدروا تلقوم على القناة النهاردة هنكمل مع بعض بقية الدول العربية وايضا بعض الدول الاسلامية في توقعاته عن تلك الدول لشهر مارس او في الايام او مرحلة القادمة هنبدأ اول حاجة بدولة العراق لكن قبل البداية ما تنسوش تشتركوا في القناة تفعلوا جرس التنبيهات علشان تتابعونا في كل الجديد ولو عجبك الفيديو مش هتخسر حاجة لو عملت لايك وشير ان ده هيوصل اكبر عدد ممكن من الناس ويقدروا يتفرجوا عليه زيك اول حاجة دولة العراق دولة العراق توقعاته لها بعينها صغيرة لكن للأسف مأساوية لانه بيقول اعتداء صارخ على فريق عمل اجنبي على الاراضي العراقية واسمع اصوات من مسيحي العراق تطلب النجدة واهتزاز امن عراقي في قطاع مرتبط بالطيران ورغم التجنبات اختراق موقع يبلغ حد التعرض لشخصية معروفة اما عن الامارات فبيقول بعكس كل الذي نراه حاليا نرى الامارات العربية المتحدة دولة سوف تلاقي ابواب للخروج ولو ببطء من مأزق الانهيار المالي في حد ممكن يقول دبي والامارات فين الانهيار المالي ده حضرتك كل دول العالم دلوقتي بتواجه انهيارات مالية بسبب فيروس كورونا واللي عملوا من انهيار اقتصادي فبالرغم من الواضح ان الدنيا زي الفل لكن الى حد ما لسه فيه انهيارات مع توقف السياحة وتوقف العديد من المنشآت في الامارات ده مسبب شوية انهيارات اقتصادية لكن هو مش الحاج بيقول انها هتلاقي ابواب للخروج ولو ببطء من مأزق الانهيار المالي احد افراد الاسرة الحاكمة في وضع حرج وارع دخان ونار مصدرهم حادث ضخم ربنا يسر ان شاء الله شائعات مغردة هدفها ضرب التنصيق بين الامارات نفسها ورهان على عدم وحدة وتماسك الامارات وان شاء الله ما يحصلش اي مشاكل توصل لدرجة انها توصل لعدم وحدة وتماسك الامارات بالنسبة لدولة الكويت توطرات سياسية على درجات مختلفة في الكويت وانسحابات وبلبلة حكومية وسوف تبقى الكويت ممسوكة ومتمسكة رغم كل محاولات الزعزع على ارضها ويعيش الفن الكويتي فصل حزين اما عن ايران فعلى الرغم من العقوبات على ايران نراها تستقبل شخصيات من بلدان تشارك بفردة هذه العقوبات وعملية بحرية في المياه الايرانية والقاء القبضة على شبك التجسس داخل ايران ومحاولات اخلال بالامن الداخلي وانقصام في الشارع الايراني وعمليات يلفها الغموط في مواقع ايرانية حساسة وكسر القبضة الايرانية بمحاولة اختيال شخصية وتوجه ايران اتهم قاسي جدا لبلد عربي اما عن تركيا فتشهد تركيا اهتزاز ارضي خطير ويعيش الاطراق اكثر من كرسة طبيعية في هذه السنة بداية حلحلة لبدايات تاريخية بين الاطراق والارمن ولا يوجد استقرار في الداخل التركي والازرع التركية تمتد في اكثر من اتجاه اما عن باكستان فاعمال تخريب وارهاب في محاولة لتغيير صورة الحكم في باكستان والنيران تخترق الهدنة الباكستانية الهندية وظهور اسم بارويز مشرف او بارويز مشرف على حسب النطق الباكستاني او الاردي بصورة ملفتة وبكده نكون انتهينا من هذه الجزئية من العراق والامارات والكويت وايضا ايران وتركيا وباكستان استنونا في فيديو اللي جاي هنتكلم عن توقعاته الاخيرة عن امريكا والدول الاوروبية وايضا متفرقات مهمة جدا جدا تمسينا احنا كعرب استنونا في فيديو الجاي شكرا على مشاهدتكم للفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك اشتركوا في القناة عشان تتابعونا في الجديد وشكرا ليكم ولكل المتابعين واتمنى لكم ان شاء الله ايام كويسة فيها سلام وخير على القل شكرا تستنو فيديو جديد وخبر جديد على قناة مساء الاخبار اشتركوا في القناة عشان